اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التواني الاولى للشوط الاول من المباراة في ضربة حرة مباشرة للاستقلال الايراني عند سيد مهدي ومهدي فنوني سيد مهدي يلعبه للامام تمر وتطلع بر الملعب ضربة مرمى للهلال السعودي المباراة مقامة تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عيد الثاني رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بحضور السيد داتو حمزة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم سمو الامير مواف بن محمد سمو الامير خالد بن محمد من عبدالله من الشخصيات الهلالية في المملكة العربية السعودية الشقيقة المتواجدة هنا في الدوحة للمباراة النهائية في البطولة الاسيوية الحادية عشرة للاندية ابطال الدوري الهلال يطمح الاستقلال يطمح الكأس وين الليلة في الرياض لم في طهران مواجهة صاخنة راح تكون مواجهة صاخنة الفريقين طبعا بشعارهم الابيض والازرق الهلال في الجهة اليمنى من الملعب الاستقلال في الجهة اليسرى من الملعب الهلال مكون من خالد الدايل في المرمى احسين الحبشي حسن نمشان منصور اللحمة طارق العوغي في الدفاع منصور الموينع سعد مبارك خالد تيماوي للوسط السوق التمياط ويوسف جازع ويوسف اثنيان للهجوم هذه التشكيلة عزيزي المشاهدين هي نفس التشكيلة التي لعب بها نادي الهلال السعودي المباراة الاولى امام نادي الاستقلال الايراني في الدور الاول تشكيلة نادي الاستقلال الايراني فيها تغيير ثلاثة لاعبين فيه تغيير اجباري طبعا بطرد اللعب شاروخ بياني في خط هجوم نادي الاستقلال الايراني هناك لاعبين مغيرهم طبعا عن التشكيلة السابقة التي التقى فيها الاستقلال الايراني والهلال السعودي هذا احمد رضا عابد زادة والكرة ضربه حرة مباشرة للهلال صادق وارس تعد والتهية للامام وهاجم فيه نادي الهلال السعودي في الجهة اليوم لا ملعوبة عالية يشيلها على طول مهدي فنوني سين الحبشي سفوق التميات التميات حصلها مع اثنين من مدافعين نادي الاستقلال الايراني اللي مثل اليوم احمد رضا عابد زادة في المرمى شاهين بياني فلاحة زادة رضا حسن زادة عبدالصمد ادر مفوي في الدفاع مهدي فنوني صادق وارسيد مهدي في الوسط امير عباس عباس سرخاب سيد امير موسى لخط الهجوم الدقائق الاولى على بداية المباراة سعد مبارك في جمهور جيد حاضر هذه المباراة سواء من المملكة العربية السعودية الشقيقة او من الجالية الايرانية الشقيقة المقيمة في قطر باعداد كبيرة حضروا للمشاهدة هذه المباراة وللمؤازرة وللتشجيع ايضا للاخوان الذين تابعوا مباراة ريان القطري والشباب الاماراتي حكم المباراة انهاها قبل نهاية الوقت الاصلي لها طبعا نتيجتها يعني عندما انها نشوف الان سعد مبارك سعد العابي عالي للامام جهة يوسف جازع الهياها ترى خطر الهلال عند احمد رضا عابد زادة اول محاولة تسديد على المرمى من الهلال السعودي يعني انقول لمتتبعي الذين تابعوا مباراة ريان القطري والشباب الاماراتي النتيجة كانت طبعا اربع واحد عندما انهاها حكم المباراة ولكن حكم المباراة انهاها في الوقت الذي لم ينتهي الوقت الاصلي للشوط الثاني من المباراة سألنا لجنة الحكام على اعتبار اننا لاحظنا من فيتر فيليفان سيكرتيري الاتحاد الاسيوى لكرة القدم الذي اوعز لابراهيم الدوي رئيس لجنة الحكام في البطولة الذي اوعز لحكم المباراة بانهائها سألنا ابراهيم الدوي عن سبب الانهاء قال ان المباراة اه يعني لا يمكن مواصلتها بالظرف اللي شدت بالمشادة التي حدثت بين الريان القطري والشباب الاماراتي تلك المشادة التي تحدث في اي مباراة من المباراة ولكن هذا هو رأي لجنة الحكام ورأي ربما رأي لجنة الحكام رح نستمع لها ان شاء الله من خلال اليوم ورح نستفسر عن هذا الموضوع بشكل اكبر ورح نعرض باذن الله في الرسالة اليومية الاعكيادية سعد مباراة وطاقم حكام مباراة اليوم مكون من وانغ من الصين كيم كولي الجنوبية طلال صالح لبنان كرة مع الهلال السعودي حسن زادة يقطعها يعني اذا ما اراد نادي الاستقلال الايراني ان اهوى يمتع ويثبت للجميع انه قريق كبير بالفعل عليه ان يقدم عرضا مختلفا للعروضة التي كان قد قدمها سواء في الدور الاول او حتى مباراته مع نادي الريان في الدور النص نهائي خالد تيماوي مع الهلال السعودي لا سعد مباراة حسين الحبشي سعد مبارك سفوق التمياط من اللاعبين الجيدين لا شك في هذه البطولة وفي نادي الهلال السعودي لعب سفوق التمياط في برد والله اليوم في الملعب في برد في الملعب طبعا هي المباراة الثانية وقيمة ساعة السادسة طبعا قبل قليل والآن مضى على الشوطة الأول حوالي سبع دقائق والمباراة وقام في جو بارد بالفعل هذا ما يأثر على اللعيب بطبيعة الحال يأثر على الآن محاولة الاستقلال للعب ما في حد متابع يأثر بطبيعة الحال على الجمهور الحاضر لهذه المباراة يوسف اثنين ايام يعني راح يعمل من الالعاب الجميلة يوسف كلاعب كبير في هذه البطولة تلعب الآن الاستقلال الايراني تريشيلة على طول منصور الاحمد صفارة من حكم المباراة الزميل ابراهيم الجابر الذي ينقل لأحبتنا الكرام في المملكة العربية السعودية الشقيقة هذه المباراة الهلالي الجمهور الحاضر لهذه المباراة والرقم 15 والرقم 15 يعني اللعب الكبير يوسف اثنين هذا الزميل علي اكبر الذي ينقل المباراة للاشقاء في الجمهورية الاسلامية الايرانية الشقيقة حسن زادة سبعة لاعبين دوليين مع نادي الاستقلال الايراني وبالرغم من وجود هذا الكامل الكبير من اللاعبين اصحاب الخبرة الكبيرة الا ان هذا الفريق لم يقدم ما هو متوقع منه اذا كانت كرة القدم في بعض الحال تخضع للمنطق فان فريق نادي الهلال السعودي يستحق ان يكون طرفا بالنهائي هذا لا يعني القول ان الاستقلال لا يستحق طريق يستحق بطبيعة الحال طالما وصل فهو يستحق ولكن نظرا للاداء يعني هناك فرق كالريان القطري كالشباب الاماراتي وكنا نتوقع ان يكون النهائي خريجي ولكن هذا لم يحدث تأهل نادي الاستقلال ونادي الهلال يحسين الحبشي تيماوي منصر الموينع جهة سفوق التمياط صبار على طول فيها ضربة حرة مباشرة للاستقلال شاهين بياني مهدي فنوني عشر دقائق الشوط الاول من المباراة تعادل بلا اهداف يعني لم نكن نأمل ولن نتمنى ان يحدث ما حدث في مباراة الريان والشباب والريان كان قد حسم المباراة وبفوز كبير محقق باربعة اهداف مقابل هدف ولكن اه رأيي لبيتر فليبان سكرتير الاتحاد الاسهوي لكرة القدم وللجنة الحكام وحكم المباراة اه طبعا اوقف المباراة هذا يعني ان المباراة لم تنتهي مهدي فنوني عباس سرخاب جمهور الايراني فلاحة زادة من الاستقلال الايراني كرة ملعوبة عالية للاستقلال منصور الاحمد يتركها الى حارس مرمى اللي هو الحارس اللي شباكة نظيفة خالد الدائل هو الحارس الوحيد في البطولة بالمناسبة لشباكة نظيفة وخالية من الاهداف خالد الدائل يحافظ والله اذا حافظ على شباكة خالية هذا يعني ان الهلال السعودي رح يكون بطل الله شك مؤكد لان المباراة لابد انها تشهد اهداف سواء الشوط الاول والثاني الوقت الاضافي الضربات الترجيح في خطأ الان للهلال السعودي حبشي الى منصور لموينة سعد مبارك سعد مبارك هذا اللعب يحمل ذكرى جيدة من الدوحة في كأس امام اسيا 1988 وهو ويوسف اثنيان ومجموعة اخرى من لاعبي الهلالة الذين كانوا مع المنتخب السعودي في كأس امام اسيا التاسعة في الدوحة المنتخب السعودي حمل كأس تلك البطولة الهلال السعودي يحمل كأس هذه البطولة ممكن وموكن الاستقلال الايراني منصور لموينة العب هلالامام في راية مرفوعة والكرة سهلة ايضا عند احمد رضا عبد زادا الحكم الدولي لبناني طلال صالح كان رافع رايته على وجود تسلل يوسف اثنيان يوسف يمررها للامام متقدم اسفوق التمياط التمياط يحاول معه شاهين بياني في خطأ في خطأ في فارق جسماني واضح ما بين اللاعبين الايرانيين وباقي الفرق لا شك في ذلك وعلى وجه الخصوص يعني يعني نلاحظ من خلال مباراة اليوم الفارق الجسماني الواضح ما بين شاهين بياني واسفوق التمياط شوف 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 اسفوق يتابع ويتابع شاهين بياني وطبعا اعاقة وحكم المباراة يحتسب عليها ضربة حرة مباشرة لصالح الهلال السعودي انذر بوجه حكم المباراة لشاهين بياني منصور بحيدري واحتياطي الاستقلال الايراني منصور بحيدري قال لن يفوز الهلال مرة اخرى احمد رضا عابد زادة في المرمى يعني في الدور الاول طبعا الهلال والاستقلال لعبوا في المزموعة الثانية وفي الدور الاول فاز الهلال بهدف واحد مقابل لاشي احرز يوسف اثنيان سلامات ان شاء الله لاصفوق التمياط اذا ما خرج اصفوق التمياط من الملعب فهذا يعني ان الهلال سوف يتأثر بغياب واحد من اللاعبين البرزين في خط هجومه سلامات ان شاء الله سلامات لصفوق سلامات صفوق ان شاء الله يرجع يوسف جازع وحائط من لاعبين هذه الاستقلال الايراني يوسف اثنيان ويوسف جازع حائط لا شك مكون من لاعبين طوال القامة مانعين حتى مجرد الرؤية ربما ليوسف جازع ويوسف اثنيان لكن من الممكن الشكل خطورة اثنيان اثنيان ما اتمر ما اتمر حائط من اللاعبين طوال القامة على طول تصطد في سيد مهدي واخيرا ايضا تسلل على الهلال السعودي سليم اسفوق اسفوق التمياط سليم رح يرجع وان شاء الله لا تحدث اي اصابة لا الهلال السعودي ولا الاستقلال الايراني يعني عملية انهاء المباراة مباراة الريان والشباب اكتير تساؤل حقيقة مباراة طبيعية تماما وحدث ما يحدث في اي مباراة اخرى وكان من الممكن ان حكم المباراة ينهي الدقائق المتبقية منها ولكن حكم المباراة اوقفها طبعا وهذا وضع غير طبيعي ورح نشوف القرار الذي سوف يصدر عن اللجنة الفنية ولجنة الانضباط في البطولة في اندار ايضا للاعب ايراني اخر على اعتبار انه تعمد نمس الكرة بيجا خمستعش طبعا رقم الفنيلة اللي يلبسها يوسف اثنيان رقم الفنيلة ايضا اللي يلبسها نجم الريان ومنصور اللي هو منصور مفتاح اللي يسجل هدفين اليوم وطبعا اذا يعني منصور يسجل هدفين وسابقا كان لهدفين ولكن الهدفين ربما لم يحل يعني ما رح يتسبون على اعتبار ان المباراة لم تكتمل سيد امير موسى هذاش يشيلها وصل يوسف اثنيان متابع عباسر خاب سيد مهدي عباسر خاب سيد مهدي حصلها مهدي يمر ويسدد سهلع نحارس المرمى خالد الجايل من الذي ساعد نادي الاستقلال الوصول الى المباراة النهائية شخصيا اتصور ان حكم المباراة وغباء لويس البرتو مدرب نادي الريان والا لو لا ذلك لكان الريان متواجد هنا في المباراة النهائية فلقد تعامل لويس البرتو مدرب نادي الريان مع المباراة باسوأ ما يكون بالفعل وخاصة في الشوط الثاني من المباراة اسفوق الطمياط يلعب لكرة عالية عند احمد رضا عابد زادا يعني الكرات العالية احمد رضا طويل مهدي فنوني طويل كلهم يتمتعون اللاعبين نادي الاستقلال الايراني يتمتعون بطول في القامة واضح وقوة ايضا شوف هذا اللاعب لمستلم الكرة مهدي فنوني وهذا شاهين بياني فنوني مرة ثانية تقدم اذا تلاحظ معي عزيز المشاهد تقدم اللاعب رقم اربعة من الاستقلال الايراني اللي هو رضا حسن زادا محاولاته الهجومية جيدة جدا هذا اللاعب اللي هو رضا حسن زادا رقم اربعة اللي يتدخل في كثير من الاحيان في محاولات الاستقلال الهجومية على العموم يعني كانت لعبة واحدة للهلال الان بعد مضي حوالي 19 دقيقة على شوق المباراة الاول في هوا هوا يساعد نادي الاستقلال منصور الاموانع طارق العوابي العوابي للامام جهة يوسف اثنيان يحاول يوسف اثنيان ومعه المدافع موسيقى توصل الاستقلال الايراني مرة ثانية شاهن بياني موسيقى تصطفي طارق العوابي وتطلع بر الملعب موسيقى 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 الاستقلال الايراني بطل لبطلتين ماضيتين حان الان سيداتي انساتي سادتي موعد اذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها موسيقى عباس ارخاب اصل هو يسدد بر الملعب بر الملعب بعيدة جنب السيارة اللي راح يعني يجرى السحب عليها جنب السيارة طبعا هناك ثلاث سيارات قدمهم نادي الريان للسحب عليها من بعد نهاية المباراة النهائية اذا طريق راح يكون هو صاحب الحظ السعيد اللي يحصل على كأس البطولة هناك ايضا ثلاثة راح يكونون من اصحاب الحظ السعيدة بالحصول على ثلاث سيارات موسيقى 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 منصور يلعبها للامام ولكن كثير من الاحيان يلجأ مدافعي نادي الاستقلال للعب طريقة كشف التسلل موسيقى 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 رضا حسن زادة موسيقى موسيقى شاهم بياني موسيقى 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 كرة مع مهدي فنوني مرة ثانية على الواقف يعني هذا اللعب مهدي فنوني اللي معه الكرة الآن عب الكرة يوقف الاستقلال مرة ثانية حبش يشيلها توصل اسفوق التمياط مع سعد مبارك يلعبها الى سعد مبارك سعد مبارك اللعبين من نادي الاستقلال وسعد مبارك يحاول على طول حكم المبارك جنب اللعبة للهلال تنلعب عند اسفوق التمياط التمياط يلعبها عند حارس المرمى سهلة احمد رضا عبد زادا شاين بياني كابتن الاستقلال و 24 دقيقة اعزائي المشاهدين على شوط المباراة الاول تعادل مستمر بلا اهداف قرم قول الامام يتركها منصور الاحمد تطلع برا الملعب ضربة مرمى لصالح الهلال السعودي حسن نمشان سعد مبارك متقدم حصلها تماوي خالد تماوي خالد تماوي يوسف اثنيان منصور الاحمد منصور الاحمد لعبين هذا الاستقلال الراجعين في منتصف ملعبهم وسعد مبارك نمشان نمشان خلص حسن نمشان شيلة شاهين بياني امير عباس راجع اسفوق الدميات وحكم مبارك تسب قطع على اسفوق عقا اسفوق عليه ضربة حرة مباشرة للاستقلال الايراني خمسة شاهين بياني يفكر بحمل كأس البطولة لا شك شاهين بياني شاهين يلعبها عالية تحول مرة ثانية قرى خطرة تنقاط مرة الملعب ضربة مرمى للهلال السعودي 26 دقيقة الشوط الاول لا توجد على العموم لعبات خطرة على الدايل او على احمد رضا عبد زادة في منتصف الملعب يعني معظم الالعاب اللي مرسون الفريقين وفي حذر واضح وكبير من لاعبين الفريقين رضا حسن زادة سيد امير موسى رضا حسن زادة مرة ثانية في الجهة اليسرى محاول الاستقلال تطلع بر الملعب يعني جميع متتبعي مباريات البطولة الاسيوية الحادية عشرة لازالوا يبحثون عن مباريات ممتعة وجميلة وقوية مهدي فنوني يسدد شوف هذي شوف من وين شايتها خرب داعرة منتصف الملعب من الدايل لو شوف فلتت فلتت من الدايل يعني وطلعت من فوق العرغة لو كانت تنزل الشيء كانت رأيه كان يعني يقول اول محاولة للاستقلال قوية من مهدي فنوني ماربا ركنية للاستقلال اللعب عالية والدايل قال الدايل يشيلها يعني كرة القدم فيه اكتير من الحلاوة والجمال والاداء الممتع ليبحث عنها كل المتبعين لمباريات هذه البطولة نعمل ان تكون المباراة النهائية ممتعة للجميع ان شاء الله على اعتبار ان الان يعني حوالي 28 دقيقة يعني لعبة مهدي فنوني وهناك محاولة هلالية كانت عدى ذلك فان اللعب معظمة في منتصف الملعب والعبات عادية تماما على العموم لا نستعجل على اعتبار ان المباريات النهائية عادة ما يكون الحذر فيها والشد العصبي والحرص الواضح من الفريقين لحمس كأس البطولة لحمس كأس البطولة او عام المؤثرة على اداء الفريقين هذه الامور ربما تتلاشى من خلال دقائق القادمة والشوط الثاني من المباراة منصور الاحمد كابتن الهلال الاثنين يفكرون منصور الاحمد يفكر بحمل كأس البطولة وهذا الشرف طبيعة الحال وشاهين بياني هو الاخر يفكر بحمل كأس البطولة يوسف اثنيان خالد تيماوي سعد مبارك هاجم الهلال الى صفوق التمياط التمياط يحصلها ويمور يحاول صفوق تعثر فيها تعثر فيها صفوق التمياط تطلع برا الملعب ضربة مرمى للإستقلال نص ساعة تلاتين دقيقة الشوط الاول من المباراة الهلال السعودي الاستقلال الايراني المباراة النهائية البطولة الاسيوية الحدية عاشرة تعادل بلا اهداف شاهم بياني سيد امير موسى برد تحول الامام هاجم فيها نادي الاستقلال صرخابي حاول انقطع توصل الى رضا حسن زاد ولكن يخطفها يوسف اثنيان اثنيان يملة من الهالحركات ممتعة لا شك لعب كثير ويتعامل مع الكرة بكل لطف وبكل غكاء وبكل جمال ايضا خالد تماوي يوسف اثنيان طارق العوبي طالد تماوي مرة ثانية منصور الموينع سعد مباراك سعد مباراك سين الحبشي مصور احمد مرة ثانية كرات متنقلينها لاعبي نادي الهلال توصل الى يوسف اثنيان اللي يحولها الى العوض الامام حصلها المدافع الى حارس المرمى احمد رضا عابد زادة اسفوق التمياط تطلع الكرة برا الملعب رمية تماس للهلال السين الحبشي وقت التمياط يمر من لاعب وهاجم الاستقلال هاجم على الاستقلال ولكن تنقطع ضعها شاهين بياني مهدي فنوني ما يقدر يسدد من هالمكان وطبيعة الحال على العموم الهوى يساعد نادي الاستقلال يوسف اثنيان في تراجع من لاعبين هذه الاستقلال واضح تشوف الان معظم اللاعبين في منتصف الملعب وفي حالة الهجمة اللاحب اشتراك حوالي اربعة لاعبين اجمالا في حرص من لاعبي الفريقين في تأمين الناحية الدفاعية هذا يوسف جازع سعد مبارك يوسف اثنيان جاء بطارق العواضي ولكن تطلع برا الملعب 35 دقيقة اعزائي المشاهدين على الشوط الاول للمباراة تعادل المستمر بلا اهداف كرة مع فريق الهلال لعند منصور الموينع ولا منصور الاحمد ملعوبة للامام جهة خالد التماوي اصل ل يوسف اثنيان يوسف اثنيان ايضا راجع سعد مبارك سين الحبشي سعد مبارك يوسف اثنيان كعب رجلة تنقطع يعني البطل اللي يلعب فيه فريق نادي الاستقلال الايراني اتضح ذلك من خلال المباراة الاولى وبشكل نسبي لازال مستمر ايضا ولكن نشم الحقيقة يعني المدربية الفريقين سيدينه البرازيلي للهلال ومنصور ابو حيدري المامنين النحية الدفاعية تماما ولعبين بشكل فيه تكتل واضح في النحية الدفاعية هذا يوسف جازع الان فيه عاقو عرقلو عليه ضرب حرة مباشرة للهلال على هذا الاساس يعني خالد الدايل شلت لعبة وحده واحمد رضا عابد زادة ايضا هو الاخر ربما يكون شلت لعبة وحده فقط هذا احمد رضا عابد زادة يعني واجمالا الحراس مرتاحين في مرمعهم محاولة هلالية الان تصطيد وتطلع برى الملعب برمية تماثل الاستقلال هذا سيدينه البرازيلي الذي يدرب نادي الهلال السعودي والذي كما يقول بعض الهلاليين ان الهلال ضح في كثير من مباريات في دور كأس خادم الحرمين الشريفين في محاولة للحصول على لقب هذه البطولة على العموم مراحل كثيرة حققها نادي الهلال هذا الفريق محقق الفوز في كل مباريات اللي لعبها وفريق مسجل ثلاثة اهداف هدفين وهدف في مرمى الشباب ثلاثة وهدف اربعة اهداف هدف في مرمى الهلال اربعة ولم يدخل مرمى اي هدف وهو يلعب المباراة النهائية مع الاستقلال الايراني مرتدة هذي ولكن ما تصور الشكل فطورة كبيرة على اعتبرنا فيه لاعبين اثنين فقط من نادي الاستقلال الايراني في اندار ايضا حكم المباراة يوجه اندار الى منصور الموينع اللي حاول يمنع لاعب نادي الاستقلال موسيقى السليم ولله الحمد لعب نادي الاستقلال الايراني والقرى ضربه حرة مباشرة للاستقلال عند شاهين بياني شاهين شاهين العبها عالية جهة مهدي فنوني اللي حولها برأسه يرجع حصلها مرة ثانية تسديدة سهلة عند عارس المرمى يتركها تطلع بره الملعب ايضا ضربت مرمى هي للهلال قال منصور بوحيدري يعني منصور اليوم في تصريحاته للزملاء الصحفيين قالوا ان الهلال الهلال لن يفوز مرة اخرى على الاستقلال سيدنهول بالمقابل مدرب الهلال قال ان الفوز لا يأتي عن طريق الصحف ولكن يأتي عن طريق الاداة في الملعب ولكن على العموم اداء الفريقين الان وبعد مضي حوالي اربعين دقيقة على الشوت الاول من المباراة اداء عادي تماما اداء عادية تماما ربما وهذا الشيء نعمل ونتمنى ان يرتفع مستوى الاداء ونشاهد لالعاب جميلة وحلوة وممتعة ويعني تكون فيه كثير من الاثارة للفريقين يعني سواء للهلال السعودي او للاستقلال الايراني نحن نأمل ان نشاهد مباراة ممتعة يوسف جازع توصل الى احمد رضا عابد زادا عالي ملعوبة اتقاء جميل تصد من الهلال ومحاولة من يوسف اثنيان والكرة عند المدافع الى حارس مرمى احمد رضا عابد زادا مهدي فنوني فنوني مرة ثانية كرات العالي له هذا اللاعب مهدي فنوني ورا ثاني ايضا منقول الى الامام للاستقلال ولكن تنقطع اصلا عباسر خاب اللي حاول يتخلص من اللاعب يتخلص بالفعل لعب الى الامام تطلع برى الملعب سريعة تطلع برى الملعب حكم البرى يقول ما فيه شيء اللاعب الايراني طايح على ارض الملعب حكم البرى يقول ما فيه شيء تطلع برى الملعب ضربة مرمة هي ضربة مرمة ضربة اثنية يوسف اتنيان اه ما فيه شي عكم مبارا قل ما فيه شي توصل الاستقلال عباس صرخاب صرخاب يتقدم العافل الامام تنقطع سيد مهدي مرة ثانية وعباس صرخاب ولكن فيه امير عباس يقف فيه موقف تسلل يوسف اتنيان طايح الارض الملعب سلامات ان شاء الله سلامات ليوسف سلامات ليوسف ان شاء الله سعيد مبارك منصور لاحمد يعني ربما يفكر احد مدربي الفريقين ان يوصل المباراة الى الوقت الاضافي ربما هذا احتمال وارد والمدربين يستغلون كل العوامل اللي يتيح لهم فرصة تحقيق الفوز والكأس فربما يكون من تفكير سيدنه ان يصل بالمباراة الى الوقت الاضافي ويستغل حركة نادي الاستقلال الايراني وكبر السن الموجود لدى لعبي ربما هذا يعني احتمال ربما يستغل سيدنه وربما يغير طريقة اللعب من خلال الشوت الثاني من المباراة المباراة من خلال شوتها الاول اللي يقترب على الانتهاء الان هي يعني عادية تماما الوقت الاصلي للشوت الاول من المباراة زي المشاهدين انتهى حكم المباراة يلعب بالوقت الضائع في رمية تماما للاستقلال قرأت اللعب وتطلع رمية تماما اخرى راح يصفر صفر فعلا ولكن لوجود خطى للهلال هو صفر يعتقد انه يصفر على انتهاء الشوت الاول على العموم هو يلعب بالوقت الضائع للشوت الاول من المباراة ترمى الاستقلال لا انا صفر صفر سيداتي انا سيداتي